يقال جوكورة اليوم كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة بقي على الفريقين اليقدم آداء ممتعة كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأتواب وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحباس وبطبيعة الحار كل شيء يصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة وملئة بالدراما الكروية والشغف والآن مع النشيد الوطني ليلورون كواي شكرا 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 بينية جميلة دانيل لوب يبعد الكرة فالفيردي بين تانكور سواريس بين تانكور توريس ينجح في لعب كرة عرضية يبعد الكرة بعيدة عن المرمى لاعب في وضع يرايا جداً لمنع الكرة الأخيرة فاتت ومرت وصلت إليه يستقبل كرة في وضعية ممتازة سواريس يتنقى الكرة تحرك جميل اندفاع إلى الأمام محاولة خطيرة مرت الكرة بدون مخاطرة يعود بالكرة يلعب الكرة للمنطقة الأمامية وشتت الكرة بعيدة بينية رائعة قد تكون هذه فرصته غينيسيوس جونيور نايمار نايمار لم يكن محظوظ الفرصة الخطيرة جداً نايمار يلوم نفسه بالتأكيد على هذه التسييدة لأنه كامل ممكن يقدم شيء أفضل من ذلك يلعبها لمنطقة الخطر برونو جيماريش أليكساندرو يلعبها للمكتوب باين من عنوانه واضح راح نشوف مباراة مثيرة بعد هذه البداية القوية من الطرفين ضغط قوي وينجح في استعادتها يلعبها على اليمين يبعد الكرة بعيدة عن المرمب كمينيس كرة طولية إلى الأمام سرعة غير عادية ودقة في التمرين في طريقة إلى المرمى هذه كرودريغو يلعبها من كرة كان هذا ليصبح حدفاً جميلاً هذه فرصة خطيرة جداً وضعت بعد بجهود كبير لأسف أنه فشل في استغلال هذه الكرة كرة كانت خطيرة جداً لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد استلام جميل الكرة ومساح كبال بيردي إبعاد خاطر وصلت إليه تحكم رائع في الكرة فرصة الثانية على التسديد لدي حلول كثيرة الآن إمكانية التسديد الآن الجهة اليمنى اليوم تقوم بواجبها على أكبر وجه حتى لا نرى أكثر من كرة عربية من هذه الجهة واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة من الواضح الجميع أن الدفاع مكشور في هذه الجهة من الصعب الإجابة على كيفية إيقاف هذه الجبهة من صنع الخطورة تمريرة بينية تبدو خطيرة يبعد الكرة عن المرمى تبعد كرة لانين لوب الحكم يطلق صافر وتاركي لأكяли احتساب خطط رودريغو بضغط طوي تمكينا من افتكاك الكرة وبينيا يحاول أن يلعب كرة بينية يحاول تمريرها من بين المدافعين فينيا يلعب كرة بينية ديلا كروس يلعب كرة عربية داروين حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت بالتالي فقد الكرة كان من الأفضل أن يركز على التزديد ينجح المدافع في تغيير تجاه الكرة العرضية تتحول إلى روكرية بعد ذلك ملعوبة قصيرة من غالفيردي غالفيردي ويلعب العرضية كرة من جئة اليمين يا إلهي ما أتمن هذه الكرة اللي يقدمونها الآن يلعبها ببراعة وحاول جيدة لكن لم تدخل المربر لا يمكن أن يلعب على ضياء هذه الكرة سددها بشكل رائع القائم وقف أمامه سيء الحظ في هذه اللقطة يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم مرت الكرة كانت تبدو واعدة هذه الأجمال لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب أراوخو يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام كرة طولية إلى الأمام فريد بمبدأ الأمام يعود بالكرة أزالت النتيجة السلبية رغم المحاولات كل فريق يحاول أن يقدم أفضل ما يملك في الملعب يقترب من التزييل لكن تبقى الخطوة الأخيرة نزالت ناقصة من الطرفين حتى الآن عمل بريسنغ ونجح في استعادة الكرة بسيئة لم يكن بشكل تيل في الأخطة مابيا يلا بكرة على اليسار برونو بيماريش نايمار يحاول لعب الكرة إلى الأمام رودريغو يسا يطرح الكرة تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية يلعبوا ركنية قصيرة تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى الأمام عرضية من نايمار نايمار يلعب كرة قصيرة فرصة أخرى تدخل سريع وإبعاد الكرة برونو بيماريش دانيال لوب وتخرج الكرة إلى ربية جانبية ديلا كروز يرسل كرة إلى الأمام ماركينوس يتدخل في الوقت المناسب تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى الأمام رودريغو واتس طلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع احتكاك بدني كبير اتحاق قوي بين اللاعبين هنا الكرة ملعوبة من مسافة لمسة بينية موتو ديبع الكرة كازيميرو دانيال لوب اللعب يتغير لار كوران الجهة المقابلة يلعب كرة طولية إلى الأمام كرصة خطيرة هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل مطلوب برونو بيماريش غالبيردي كرة طولية بباشرة للأمام يلعبها لمطقة الخطر إمكانية تزديد والدفاع يبعدها الكرة تصل إليه أليكساندرو أي ظهير أمامنا ظهير رائع وعصري وجميل جدا كرة طولية إلى الأمام يفضل العودة بالكرة تمريرة طويلة أليكساندرو يدير ميليتاو أليكساندرو رونو بيماريش فريد رودريغو يبحث عن المهاتب يلعب عربية داخل 18 روكليام يبعد الكرة بعيدة عن المرمى برونو بيماريش فينيسيوس جونيور وكريد أصدرائع من موسليرة تلعب كرة عربية داخل مرضة الجزار يلعبها إلى الأمام اعتراب رائع للكرة خطير جدا أمام المرمى مهاتب كلاسيكي قوة بدنية هائلة سرعة مميز المساحات في الانطلاقات مهاتب يعرف جيدا طريق المرمى وكيف يتغلب على خصومة من المدافعين وجوده يشكل تهديد كبير ومصدر خطر مستمر في الملعب كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هناك مرة قادمة واتس بنتانكول تدخل في توقيت حاسب أربواي ينقل الكرة بشكل سريع ورائع بنتانكول يلعب كرة طويلة كرة تمر بسلام على المدافعين بداية هجمة كانت مباشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين تشتيت الآن يدير ميليتاو أليكساندرو ممتاز في التمرير أليكساندرو بيليسيوس جونيور الله ما أرواح هذه اللعبة ممتاز في التحكم تلعب الكرة إلى الأمام توريس باينية تمر كازيميرو رودريغو باتت ومظهر توصلت إليه يلعب كرة عيسا ويلعب كرة عرضية تشتيت الكرة دانيل لوب برونو جيماريش تمرير بيني الراوخو يرسل كرة إلى الأمام تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمغ فينيسيوس جونيور لمسة على اليسار أليكساندرو فريد شوف المتعة والفن والإمتاع فريد ربما ليس في هذه المغرب رغم الرقابة الكبيرة نجح بالنور نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع لكن في الأخير الفرصة بتكتبه زملاء في الفريق بالتأكيد لن يكونوا راضين عن مثل هذه التمريرات برونو جيماريش يفضل العودة بالكرة يحاول لعب الكرة إلى الأمام فينيسيوس جونيور يلعب كرة على اليسار فينيسيوس جونيور يلعب كرة طويلة إلى المساحة الكاري ديلا كروس دفاع ينجح في بعض الكرة عمات كاتس الخطأ بيليسيوس جونيور نايمار تحبكم رائع في الكرة تمرير بينية تبدو خطيرة كرة تمر بسلام على المدافعين حيمنيس كرة طولية في اتجاه داروين يقطع الكرة كانت تبدو واعدة هذه الهجمة رودريغو يرتكب مخالفة واضحة جدا فالبيردي فرصة للتزديد فالبيردي أظهر فنيات عالية هنا هذه المهارة تحتاج إلى لعب موهوب يلعب ذكاء كبير حتى تنجح في القيام بمثل هذه اللقطات كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد كرة طولية إلى الأمام فالبيردي دوريس فريد نايمار كرة من جئة اليمين عرضية داخل مطلقة الجزاء بإمكانه يبعاد الكرة مع الضغط ينجح في استعادة الكرة والحارس يلعبها بعيدا عن مرمى يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم الآن إمكانية المرتدة تحرك بقوة هائلة فالبيردي وصلت لويس سواريز كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعية نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى في الوقت المناسب يتدخل بنتانكور بدون مخاطرة يعود بالكرة يلعب الكرة للمنطقة الأمامية ضغط كبير وساعدة في استعادة الكرة ماركينوس يلعبها في الجيات المقابلة أليكساندرو يملك نصيب الأسد من استحواذ لكنه استحواذ بدون خطورة حقيقية حتى الآن وصلت للمنطقة الغرفة أليكساندرو أليكساندرو يتدخل كرة أليكساندرو يتدخل كرة دانيل لو يتدخل كرة الالقرار هنا إلى الكرة الزاوية نايمار يلعب كرة قصيرة نايمار يلعب كرة للجانب الأيمن دانيل لو يستقبل كرة في وضعية ممتازة لعب الأمام في مكان التسلل فريد دانيل لو يدير ميليتاو يبحث على اللاعب في المنطقة الأمامية انطلاق الآن من المدافع يا السلام على المرور الجميل على المحارة العالية لمسة على اليسار برونو جيماريش أليكساندرو يستقبلها في وضعية جيدة تمرير جميل نايمار بشتة الكرة بعيدة برونو جيماريش نايمار فتكون هذه فرصة فينسيوس جونيور ذعبة جميلة هنا نايمار نايمار لمسة إلى الهجوم كرة طويلة بعيدة جدا دانيل لو تروح الكرة التي يأتي الأخرى أليكساندرو يلعبها عرضية نايمار ركنية قصيرة يلعب كرة عرضية إلى القاعم البعيد وينجحون في بعادها البرازيل وهو حاولة مع المرتدة الخطورة الآن في الجانب الآخر الكرة ملعوبة من مسافة نونيز فينيا يحاول أن يلعب كرة بينية لمسة داخل مطقة الجزاء يلعبها لمطقة الخطر يمكنهم الانطلاقة في هجبة مرتدة لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف أباع الفريق هذه الفرصة المتاحة شيء غريب شيء خيالي بصراحة هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت استلام جميل الكرة يلعب كرة كرة عصية يا إلهي وخارفة واضحة جدا وكل أخرى يحتسبان حكام كرة إلى الأمام من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير أفقد الخصم التركيز التوازن ماركينوس فريد رمية جانبية إذن يستعيدها بسرعة برونو قيماريش يبحث عن المهاتم يسيطر على الكرة فريد يتسبب في خطأ داروين فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم كثير من التمريرات الخاطئة تمريرات جميلة دانيل يستلم الكرة من الخلف يا لعيب كرة جميلة هنا فريد لدي حلوث نايمار تقريبا بدون تركيز نايمار يلعبها قصيرا يفقد توازن الآن محاولة لرد الخطورة الهجوم تحول الآن إلى جئات الأخرى فينيا ورطوليا إلى الأمام اليوم لدى دفاع غير عادي مبارات كبيرة تحسب للمدافعين وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة يبعد الكرة عن المرمى أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق ما يرغم أحكم مبارات يطلق صافر تنام الكرة ملعوبة من مسافة سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين تمريرة جميلة نايمار نايمار الكرة القريبة لكنها لم تسجل وللأسف في كرة القدم لا مجال احتسام الكرات السالحة الفرسي نايمار كان تماما فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاهدنا سواريس يلعب كرة اليسار يلعبها لمطقة الخطر نايمار عادت الكرة البرازيل لديه جودة كبيرة في التمرير الله مرور غير عادي فينسياس جونيور لعبة على الطائر جميلة لكنها للأسف بعد تمريرة طويلة في اتجاه مهتازي لأب ماركينوس كازيميرو نتيجة سلبية لكن الأداة لم يكن سلبيا شهدنا محاولات عديدة على المرمى حلول كثيرة كانت متاحة تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود رقل حرام رودريغو رودريغو الكرة بعيدة جداً وخارج المرمى أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جداً على مرمى فريقاً نايمار تدخل جميل واعترام أجمل برونو جيماريش إينسيوس جونيور بينية رائعة انطلاقة مدافع إلى الأمام مهارة كبيرة في الاستلام عرضية كرة تمر بسلام على المدافعين الآن فرصتهم للمرتدة كرة إلى الأمام ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاب قرار إلى ذكاب ماركينوس فريد كرة طولية ممتازة نحو الهجوم يدير ميليتاو يبحث عن المهاجم كرة للجناح مرت البينية بشكل جميل وصلت إليه نايمار 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 يا ولد يا ولد يا ولد لقطة العادية ليست قطعة قماش على براعب بل هي حكاية شخصية وإمكانيات وقدرة هائلة جدا على قيادة المتبوعة عمل كبير جدا من القائد يعطي الكثير من الثقة للزملاء ويتعلق في كل غطات قام بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة تغير كل شيئ لان أصبحت النتائية نتيجة واحد صفر دانيل لوب كاسي بيرو هدف مطلوب جاقب نهاية الشوط الأول يبرهن على الفارق هنا النتيجة واحد صفر أليكساندرو الله على هذه المهارة يلعبها إلى منطقة الجزار أليكساندرو تحكم غير عادي بالكرب مرت الكرب يلعب كرة أرضية دخل ١١١ ظنوا الهجمة بشكل رائع جداً لكن كان القصة من لمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للعمال مشاكل دفاعية كبيرة جداً هذه الكرة بالذاتة تحمل الدفاع مسؤوليتها اللي يتاح فرصة للمرور للفريق الخاص بولعب الكرة العربية محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هذا دفاع غير عادي ممنوع العبور اليوم أليكساندرو بمبدأ الأمان يعود بالكرب أليكساندرو يلعب كرة بين ساندرو بيليسيوس جونيور أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جداً على مرمى فريقه الآن فرصتهم للمرتدة دوريس يلعب كرة بينية سواريز 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 ينجح المدافع في تغيير تجاه الكرة العربية تتحول إلى ركرية بعد ذلك سواريز 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 تشتيت الآن فرصة سبيتاكور تنصدي غير عادي من حالس غير عادي في يوم كبير يالها من كرة ويالها من تعلق ويالها من حالس مرمى ديلا كروس يلعب الكرة العربية مشتت الكرة بعيداً فينيا بالبيردي تدخل حاسم لقطع الكرة برونو قيماريش برونو قيماريش أليكس ساندرو فينيسيوس جونيور يلعب كرة طويلة إلى مساحة الفارغة تدخل وحكم اللباء يشير إلى وجود ركل حرام تدخل صوالح؟ تدخل صوالح؟ حسنة تدخل صوالح؟ تدخل صوالح؟ تدخل صوالح تحديدة صوالح؟ يا لها من بداية منعبة وتقدم بهدفين نظيفين في أول الدقائق سنجل هدفين يمكن اعتبارها هدف كلاسيكي التمرير الحاسب المميزة كانت الأساس في التسجيل البرازيل يتقدم بهدفين الآن يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريباً سهلة تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماماً في مجريات اللعب بالطول والعرض يقدمون أداء مبهراً في مباراة اليوم لمس بين يام عند المساحة الخالية على الطرف ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة وتخرج الكرة إلى رمية جانبية أليكساندرو برونو قيماريش يستلم الكرة من الخلف الله ما أرواحها هذه اللعبة ممتاز في التحكم أصلوا على رمية جانبية دانيل لوب يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهدوم رغم الإنطلاق اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جداً لو لا تعلق هذا الخط الدفاع الراع كان يحاول خلق الخطورة من خلاف نايمار أعتقد أنها بالفعل المخالفة يتفق مع ربما حكم مباراة يطلق صافر تناعم حكم يكتفي ببعض الكلمات موجه لللاعب لكن عليها أن يحذري تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة نايمار 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 فينيا ديلا كروز ديلا كروز خسر المواجهة أمام خصمة بدأت هجمة كانت مباشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين أليكساندرو يمر حصلوا على ركنية طرف راسيا يوعد الكرة عن المرمى لديل رودريغو الكرة إلى خارج المرمى الآن إمكانية المرتدة ديلا كروز يسيطر على الكرة لويس وانيز بالفيردي يفقد الكرة تحت الضغط حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل من مكان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا من سيستلب هذه التبريرة الطولية أليكساندرو برونو جيماريش نايمار أليكساندرو يحول الكرة إلى الجانب الآخر يمر بشكل جميل فريد نايمار دفاع جدا نرفع القبة لهذا الأداء الدفاع العالي والآن فرصة للتحول الهجوم والدفاع موجود يحولها لغوغرياب ممتاز في تشيط الكرة بعيداً تحرك بقوة هائلة بين تانكور نايمار 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 مرت الكرة رودريغو يا إلهي كرة كانت قريبة جداً رودريغو لم يكن في المستوى المطلوب في هذه الفرصة أضاء على فريق هدف نايمار نايمار يحاول تمريرها من بين المدافعين يحصل عليها راوخو براطولية إلى الأمام اعتراض في وقت مثالي أداء دفاع كبير في مباراة اليوم يلعبها على طرف الملعب نايمار ربما لو مرت لكانت خطيرة دفاع رائع اليوم البرازيل ممكن يستغل هذه الفرصة هذه هي كرة القدم فينيا يرسل كرة إلى الأمام تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى برونو جيماريش أليكساندرو ماركينوس يحاول لعب الكرة إلى الأمام فريد لمسة على اليسار كان لابد من التشديد فينيسيوس جونيور لم يعرف كيف يرسل تبرير بينيا سليبا برونو جيماريش رودريغو دانياللو إيش هذا إيش هذا تجاوز بمهارة غير عادية تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدم في مباراة اليوم دفاع قوي جدا هنا نايمار يلعبها طوليا يلعب رمية التماس يلعبها داخل الثمنتعاش تمرير بعيدا بدون خطورة تمرير عيكاب رودريغو رودريغو نايمار بالفيردي تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد بحاجة إلى تركيز عالي جدا لكي ينتح في اختراق مثل هذا التنظيم للخصم يلعبها إلى داخل مطقت الجزاء خلص الكرة بحاجة إلى داخل الثمنتعاش تمرير عيكاب داروين كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة نايمار يتسبب في احتساب المخالفة لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة مع انطلاقة ممتازة عن جهة اليمناء يلعبها في المساحة دانيل لوب تلعب الكرة إلى الأمام الكرة كانت في منتعة خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله فريد أليكساندرو يا لعيب كرة جميلة هنا أفقد الخصم التركيز التوازم كانت انطلاق مميز لكن المدافع كان له رأي آخر تدخل حاسم في توقيت رائع دوريس ويسواريز يجرب حبا بالتسديد الكرة القريبة لكنها لم تسجل وللأسف في كرة القدم لا مجال احتساب الكرات السانية حتى تنسيد سواريز ربما كان علينا يفكر في خيارات أفضل من التسديد من هذه المسافة برونو جيماريش اقتربت صافلة نهاية الشوطة الأول أكيد هناك محاولات الخروط بأفضل نتيجة ممكنة من كل طرف كرة طويلة للأمام كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد بدون مخاطرة يعود بالكرة واتس داروين في موقع جيد تستغلال مساحة المسافة هو أيضا مرتد لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف وضع الفريق هذه الفرصة المتاحة شي غريب شي خيالي بصراحة هد ما كانت عبارة عن هدف وحقك ولكنها ضاعت خيمينيز خراطولية مباشرة للأمام يشتتها بعيدا سرعة في سعادة الكرة لايمار يبحث عن زميلة يبعدها عن مراطق الخطورة داروين فينيا الكرة ملعوبة من مسافة برونو جيماريش ماركينوس يقطعها في الوقت المناسب أداة رائعة جدا من المدافع يلعبها اللي منطقت الخطر عليكس ساندرو يصوب كرة تقريبا تقريبا لابست القائم من الخارج يستعيد الكرة السريعة يلعبها في الجهة المقابلة أراوخو ماركينوس يشتت الكرة أوروغواي يحصل على الكرة مرتين أخرى أوروغواي لديه جودة كبيرة في التمرير أليكس ساندرو أينيسيوس جونيور رودريغو ديلا كروز يلعبها عن يمين استلام جميل الكرة بنتانكور يلعب كرة للجانب الأيمن موهبة كبيرة فنية عالية حريف توريس فينيسيوس جونيور نايمار يتلقى الكرة يحاول أن يلعب كرة بيني دانيلو رودريغو اللعب يحاول مرور واتس يحاول يبعد الكرة ونهاية الجزة الأول من هذه الحكاية نهاية الشوط الأول في هذه المباراة أداء كبير في شوط المباراة تستعنى في المباراة بركلة البداية للشوط الثاني فالفيردي لويس سواريز توريس فالفيردي بنتانكور فالفيردي لويس سواريز يستطيع سواريز حارس يتعلق مثل الأسد الذي ينجح في الدفاع عن عرينب تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى ردد فعل في منتهى الروعة بصراحة يلعب الكرة إلى الوراء من تانكور عادة الكرة لويس سواريز تصدي رائعة جدا بالحارس سواريز غامى بما هو عليه بطل منه بالضبط ولكن حارس مرمى يتعلق مني بعد الخطر نايمار رودريغو يبعد الكرة بعيدة عن المرمى نايمار يلعب كرة قصيرة فنسي يسترونيو فنسي يسترونيو حرح هذا التألق على هذا الحارس على هذه المبارات الكبيرة ليقدمها البولكيبر ابدع كبير من حارس المرمى في مبارات اليوم لاحظ معي ردودة فعالة لاحظ معي تحركاته تألق ثباته شخصيته في هذا الإقام ينجح الحارس في صد الكرب وإبعاد الخطورة الآن فرصة لهجوم معاكس تحول سريع في البلعب كرة طولية إلى الأمام هجمة مرتدة الآن سواريس التأسيد الآن بعيدة تماماً عن المرمى هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرة تاب على نقل هجمة في ثواني بسيطة دانيلو بينية رائعة رودريغو يستقبلها في وضعية هيدا كواتس حيمينيس فالفيردي تمريرة طولية إلى الأمام لويس سواريس يتعامل مع الكرب بلا أي تعقيدات نايمار دفاع أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة لكن محاولة كانت جريعة وربما تشجع على تكرارها كانت انطلاقة بميزة وطموحة لكن الدفاع وقف له بالمرصاد في اللحظة الأخيرة منعه من المرور أي دفاع في هذا اللقاء دفاع حديدي بفعل يدير ميليتاو برونو قيماريش أليكس ساندرو سيحاول استلام الكرة قد تكون هناك شوية مساحة خالية ماركينوس فريد دانيلو يبحث عن المهاتم تغيير تجاه اللعب اليمين البينية لم تمر محاولة قتلت مبكرا في مهدها قبل أن تشكل أي خطر تدرج كرة ورائع تمريرات سريعة وقصيرة بين تنكر العخو يلعب الكرة إلى الأمام ماركينوس يحاول لعب الكرة إلى الأمام أليكس ساندرو تمرير مرة أخرى للوسط يحاول فك شفرة الدفاع الفريق الخصم بين تنكر لويس سواريز كرة من جهة اليمين يتعثر ويفك التوازن تيقى كبيرة ظهرت دفاع هنا في التحدي اطلاق مميز انتهت بتدخل سليم وحاسم فريد نايمار فاتت ومرت وصلت إليه صراح الضغط كان أقوى من أن يتحمل من الوابح جدا جودة الفريق في التمرير كرة لا تمر تمنى حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق والمثال وايو سدد أختار لكنني عمرك بسحاب برونو قيماريش ماركينوس ما زلنا في بداية الشوط الأول نتيجة كما هي 3-0 اللعب يتغير لان كورا لانجهة المقابلة فينيسيوس جونيور أليكساندرو يقاع جميل على الجيانيوسرا وهذه أخطر كورا في المباراة مع تكرار مثل هذه الصورة مع تكرار مثل هذه الكورات المقطوعة واضح لدى الجميع للتزام التكتيك الرائع في الملعب الانتشار الجميل أليكساندرو يعمل كل شيء في الجيانيوسرا غير قادرين على إيقاف اليوم كورا إلى الأمام تمريرة طويلة فاتجاة ممتازلة ماركينوس شتت الكورا بعيدا كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هناك مرة قادمة يبحث عن اللاعب في المنطقة الأمامية مع الضغط ينجح في استعادة الكورا رودريغو الله الكورا جميلة يحاول يسدد يلعب كورا للجانب الأيمن مهارة غير عادية فينسيوس جوليو كورس يبعد الكورا نونيز يستقبل كورا في وضعية ممتازة لويز سواريس ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام مثل هذه الكورا كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى ذكاب فريد وكورا ملعوبة إلى الأمام بسرعة سواريس لويز سواريس أوروغواي ينقل كورا داروين الله على حدث سواريس لقضغي العادية وتصدير عامل الحارس كازيبيرو 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 أليكسساندرو يدير ميليتاو يفضل إعادة الكورا إلى الخلف ماركينوس وهذه رمية جانبية الكورا ملعوبة إلى الأمام أي دفاعا هذا أي قوة أي صلابة أي جدارا هذا فالفيرد على تنفيذ الخطاب يفضل العودة بالكورا سرعة غير عادية ودقة في التمرير أليكسساندرو مهارة غير عادية بالكورا يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى دفاع كانت لو الكلمة الأخيرة أليكسساندرو عرضية لتمر تخرج إلى رفنية دفاع يلجع في بعض الكورا عن وطقة الخطأ البرازيل ومحاولة مع المرتدى الهجوم تحول الآن إلى التأثير أخرى فريد تغيير لعب على الأجنب فريد تمرير بينية تبدو خطيرة كورا ما فيها تسلل رودريغو انطورا غير عادي من حارس المرمى يا لهم التصدي من حارس المرمى ردت فعل غير عادية اليوم في هذه مباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس الآن محاولة لرد الخطورة الخطورة الآن في الجانب الآخر يبحث عن المهاجم في الوقت المناسب يتدخل ماركينوس يحتسب الحكا مراكلة خرار بطاقة صفرار كان يعرف أنها سحفة بصراحة هذا التدخل عنيف فريد دعني اللو لامسا داخل مطقت غزاب يبعدها بقفة يدها البرازيل ممكن يستغل هذه الفرصة تحول سريع في الملعب مساحة خالية على الجانب مالفيردي يمسك الحارس بالكرة داروين سواريز كان يحاول أن يخلط الخطورة لكن الدفاع تمكى منه في النهاية فريد دانيل لو رودريغو مهارة غير عادية فريد تحكم غير عادي بالكرة والكرة تجاوزت الخط هنا بينية جميلة يلعب قرار بي واتس وتشتيت ناجح الكرة تلعب الكرة إلى الأمام اليوم الأداء دفاع غير عادي مباراة كبيرة تحسب المدافعين ماركينوس مباراة كبيرة تحسب المدافعين برونو جيماريش فريد برونو جيماريش أليكساندرو أليكساندرو في انطلاق قوية من تيأة اليسراب فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركلية موتوط ليب عادي الكرة يا السلام على المرور الجميل على المهارة العالية يلعب كرة طويلة يستعيدها نايمار دانيلو فريد كازي ميرو أليكساندرو انطلاق غير عادية هذه كرة خطيرة طرس تدخل في الوقت المناسب ليقاف الهجم وتحدى انطلاق قيدومية كانت واعدة اسمحني القول كان أننيا بعض الشيء هنا أكيد لن يتمكى من التفوق على الدفاع بمفردة عليك أن تعرف متى تلعب بشكل تماعيب ومتى تعتمد على الفرديات بين تنكر لا تسأني كيف ضاعت لا أعرف كيف أباع الفرق هذه الفرصة المتاحة شيء غريب شيء خيالي بصراحة هاتما كانت عبارة عن هدف وحقك ولكنها ضاعت هاتما كانت فرصتها من سيستلم هذه التمرير الطولية كرة طولية إلى الأمام تمريرة قوية لن تصل لأحد تدخر قوي الحكم يطلق صافرته أكيد احتساب خطر أفضل نور الحكم سأكثر في بعض الكلمات أفضل نور الحكم سأكثر في بعض الكلمات أفضل نور الحكم سأكثر في بعض الكلمات أفضل نور الحكم سأكثر في منطقة الخطر يلعبها لمنطقة الخطر فينيسيوس جونيور نايمار نايمار كان في المكان مثالي لكن لم ينجح في التسجين كرة على الطرف توريس يستلم الكرة من الخلف يتواصل لعب برمية التباس بنتانكور نونيز يحاول الاختراق يبحث عن المهاجم فينيسيوس جونيور يلعبها على اليمين كرة خطيرة إلى الأمام هنا يمر تمريرة جميلة ثم الكرة العرضية حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل مما كان بعد فرصة متاحة وخطيرة جدا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يدير مليتاو يدير مليتاو رونو غيما ريش يدير مليتاو فينيسيوس جونيور داروين يمكنك عدل قرار أليكساندرو أليكساندرو مرور جميل من المدافعين وانطلاق على اليسار أراوخو يلعب كرة طولية إلى الأمام كازيميرو كازيميرو ديكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق لويس سواريس توريس مهارة غير عادية تظهر هنا ذعبة جميلة هنا وصلت إليه لويس سواريس حطا في الشباق جول الكرة توضى في أفضل مكان بذكاء ودبطة وأيضا مع بعض التوفيق بارتطعم الكرة في العاربة يستجل بشكل جميل جدا ورصب تصوير نظر تمعب طولية جميلة مصدر أصبحت الأمور مهية إذا لنهاية رائعة وهكذا دات المبهات معقلات صافرات الحكم